تعقبته إسرائيل كادت تلقي القبض عليه رصدته داخل نفق ورغم عدم القدرة على تحديد موقعه وصفوه بعد هجوم السابع من أكتوبر بالرجل الميت الذي يمشي حي يتنقل من مخبأ إلى آخر إنه قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الذي جعلت إسرائيل من قتله عنصرا أساسيا في هدفها المتمثل بتدمير حماس لكن هذا لم يحصل حتى الآن على الأقل وهو ما دفع صحيفة يويورك تايمز للقول إنه بعد سبعة أشهر على الحرب أصبح بقاء السنوار حيا رمزا لفشل الحرب الإسرائيلية وتضيف الصحيفة أن إسرائيل دمرت جزءا كبيرا من غزة لكنها تركت قادة حماس دون أذى كبير إلى حد كبير وفشلت أيضا بتحرير معظم الرهائن هذا كله دفعا يويورك تايمز لوصف الحرب بالفاشلة وحتى في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إلى أو عفوا الإسرائيليون إلى قتله فقد اضطروا إلى التفاوض معه ولو بشكل غير مباشر لتحرير الرهائن المتبقين حسب الصحيفة دائما السنوار أيضا لعب دورا محوريا وراء الكواليس في قرار حماس بتمسك بوقف دائم لإطلاق النار وفق المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين وكثيرا ما أدى انتظار موافقاته إلى أبطاء المفاوضات ورغم أنه لا يتمتع من الناحية الفنية بسلطة على كامل حماس إلا أن دوره القيادي يمنحه أهمية كبيرة في إدارة عمل الحركة وتقول الصحيفة أنه كان ينظر البعض إلى أنتنياهو على أنه يتعمد إطالة أمد الحرب لتحقيق منفعة شخصية فإن عدوه لدود السنوار يفعل الأمر ذاته ترجمة نانسي قنقر